خلينا نبدأ بالسي في بتاعك عمر بس بالبداية انت دخلت النادي الاهلي عندك تسعة سنين صح كده نبدأ بقى من الرحلة كده لغاية عمر عصر اللي هو البطل اللي حاصل بطولات عديدة جدا اللي مشرف الاهلي ومشرف مصر خلينا نقول كمان وده حق بصراحة ليك يعني شوفي أنا واند أنا الحمد لله جيت النادي الاهلي صغير جدا ودي حاجة أنا بعتز بيها لان لما انت بتوصل النادي الاهلي في سن الناشئين بيبتدي ان انت تتربى عندك عادات واخلاقيات معينة ممكن هيبقى صعب انت تكتسبها لو انت جيت في سن كبير فالحمد لله زي ما انت قلت في تسعة سنين واخويا خالد عصر كان سبع سنين جاء النادي الاهلي ونقلنا عائلتنا كلها من مدينة دسوق للقاهرة عشان نيجي النادي الاهلي فقط للسبب ده وكانت من افضل حاجات اللي حصلت لنا في حياتنا والاثر بتاع النادي الاهلي علينا سواء بقى في الرياضة او حتى خارج الرياضة هو اثر ايجابي جدا وحاجة كبيرة جدا حاب نعتز بيها عادت في النادي الاهلي من سع سنين لغاية 14 سنة لغاية لما ربنا وفقنا وفوزنا بالدوري العام مع النادي الاهلي بعد غياب الدوري لمدة اربع سنين متتالية وكان ساعتها الاهلي قال لأ أنا هلعب بالناشئين عشان احنا عايزين ندي لهم فرصة وكان الحمد لله فعلا قرار سليم جدا وكسبنا مع النادي الاهلي وبعد كان النادي الاهلي قرر ان هو يديني فرصة احتراف غالية جدا ترجمة نانسي قنقر